موضوعنا النهاردة مهم لأننا هنحاول نسهل أو نبسط حاجة معقدة والحاجة المعقدة دي هو الفينس سيستم أوفزابرين الجهاز أو النظام الوريدي للدماغ الفينس سيستم أوفزابرين بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهم الديرال ساينسيز ودي عبارة عن أوردة كبيرة جدا في حجمها والسوبرفاشيال كورتيكال فينز ودي أوردة سطحية أو كشرية والمقونا الثالث هو الديف فينز ودي الأوردة العميقة الديورة الساينسيز قلنا عليها أنها عبارة عن أوردة كبيرة جدا في حجمها موجودة خلال منطقة الديورة مطر ودي الطبقة الخارجية من الثلاث طبقات المحيطين بالمخ واللي تكلمنا عنهم في فيديو المنينجيز اللي هي الأغشية السحائية واللي بتكونه من ديورة باراكونايد وبياماتر كل أوردة الدماغ بتعمل درينيج أو تفريغ للديورال ساينسيز وفي النهاية بتفرغ في وريد كبير اسمه انتيرنال جاغولارفين موجود في منطقة الرأبة الديورال ساينسيز عدتهم سبعة في منهم البيرد والأمبيرد البيرد يعني مزدوج والأمبيرد يعني منفرد فاحنا عندنا تلاتة منفردين واربعة مزدوجين التلاتة المنفردين اللي ما فيش منهم لراية والليفت هما السوبيريور ساجتال ساينس والإنفيريور ساجتال ساينس والستريت ساينس والأربعة المزدوجين اللي في منهم راية وليفت هما الترانسفيرس والسيجمويد والكافيرنس والبيتروسال ساينسيز هرتكلم عن أول واحد وهو منفرد وهو السوبيريور ساجتال ساينس وده موجود خلال فشر اسمه لونجو تيدنا الفشر واتكلمنا قبل كده في قرص البرين اناتومي وقلنا ان اللينجو تيدنا الفشر عبارة عن فشر بيفسل ما بين نصفي المخ بيقع السوبيريور ساجتال ساينس داخل اللينجو تيدنا الفشر بين الفالكا السريبري والكرينيام وبيبدأ عند نقطة اسمها كريستا جالي وبيمر بطول كامل للفالكا السريبري وبينتهي عند الانتيرنال اوكسيبتال بروتوبرينس وده عبارة عن بروز موجود على السطح الداخلي للاكسيبتال بون وبكده نبقى خلصنا السوبيريور ساجتال ساينس وندخل على الساينس التاني وهو الانفيريور ساجتال ساينس والانفيريور ساجتال ساينس موجود اسفل السوبيريور طبعا من اسمه وبيكون اصغر في الحجم من السوبيريور ساجتال ساينس بيمر الانفيريور ساجتال سينس للخلف أسفل الفالكا السريبري خلال الانجددنا الفشر والانفيريور ساجتال سينس بيتحد أو بيندمج مع الجريد سريبرا الفين علشان يكون الستريد سينس وهو السينس الثالث اللي هنتكلم عنه والستريد سينس بيمتد على طول مكان اتصال الفالكا السريبري بالتنتوريوم سريبل لاي وبينتهي الستريد سينس عند مكان بيتصل فيه من أعلى مع السوبيريور ساجتال سينس ومن أسفل مع الترانسفيرس سينس فبيطلق على اسم المكان ده كونفلوينس أوف سينسز أو ما يسمى باسم توركيولر هيروفل لاي نيجي بعد كده لترانسفيرس سينس واللي بيمتد من مكان الكونفلوينس أوف سينسز وبيقع الترانسفيرس سينس بين مكان اتصال التنتوريوم مع الكرينيوم وبعد مرور الترانسفيرس سينس من التنتوريوم سريبل لاي بيجي بعد كده السيجمويد سينس واللي بيكون على شكل حرف الاس وبيستمر في مروره للبستيريور كرينيا الفصة اللي هي الحفرة الدماغية الخلفية علشان يتصل مع الجاجولر بالبس أوف زا انتيرنال جاجولر فينس نيجي بعد كده للكافيرنس سينس واللي بيموجود على كل جانب من جانبي السلة ترسيكا وجسم الاسفينويد بون وبيتكون عن طريق عدد كبير من الانتركنكتد فينس شانلز يعني قنوات وردية متدخلة وده طبعا بيبان من شكله والكافيرنس سينس بيغلف الانترنال كروتد أرتري من الخارج وكل كافيرنس سينس بيستقبل الدم عن طريق السوبيديور والانفيريور أفصال ميج فينس وفي النهاية بيتصل الكافيرنس سينس مع الترانسفيرس سينس عن طريق آخر سينس وهو البتروسل سينس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة